خالد ابنة كفر الزيات محافظة الغربية شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية تعددت الروايات وانتشرت كثير من المعلومات بعضها صحيح وبعضها خاطئ ولكن الحقيقة أننا أمام مأساة حقيقية مأساة تطال طفلة لسه عندها 17 سنة في وقعها تستحق أن ندقق فيها تماما أعتقد أن الجهة الوحيدة القادرة على قول الحقيقة هي النيابة العامة ليه؟ النيابة العامة بتحقق من كل الزوايا تستمع إلى كل الشهود لديها القدرة في الحصول على الأدلة الكاملة منذ قليل أصدرت النيابة العامة بيانا حول واقعة الفتاة بسنت خالد أمرت النيابة حسب البيان بحبس متهمين اثنين احتياطيا على زمة التحقيقات في قضية وفاة الفتاة بسنت خالد بكفر الزيارة جاء قرار النيابة لاتهام أحدهما خيروا بالكم معي بهتك عرضها حال كونها طفلة لم تبلغ 18 سنة باستطالته لعموم جسدها وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقاطع مصورة منسوبين لها حصل عليهم خلصة بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة وإذاعتهما علنا تلك الصور والمقطع واستعمالهما بغير رضائها وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية الخاصة بالمجتمع المصري وقال البيان أن النيابة العامة توالي إجراءات التحقيق في القضية استجلاء للحقيقة وإقامة للدليل قبل المتهمين وتؤكد النيابة أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة منتحرة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهمين وأنه قد غرر بها باستغلال صغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها وتؤكد النيابة العامة أنها تعني العناية التامة بحق المجتمع تعني العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل هذه الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم إلا أنها تلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماع المختلفة من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات وغياب دور مؤسسات الدولة في حمايتهن بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم وأكدت النيابة العامة في بيانها أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة جملة وتفصيلا إذ أن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دوما وبحزن دون التفات أو تهاون على صون الحقوق وهبت النيابة العامة بالجميع إلى الكف عن تناول ملابسات الواقعة والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها